نضموا اللينا من بيروت جورج العقوري الكتب الصحفي سيد جورج أهلا بك على شاشة الغد وريد أن أبدأ معك بالاستهدافات المتكررة من قبل قوات الاحتلال لليونيفيل هذا يعتبر خرق واضح وصريح للقوانين الدولية ومع ذلك كان هناك فقط إدانات من قبل بعض الدول لما جرى لهذه القوات قوات حفظ السلام تحية لك وللمشاهدين بالطبع إسرائيل في الأساس لا تتوقف عند لا قوانين دولية ولا شرائع ولكن الاستهداف المؤخرا لليونيفيل واليوم تم أيضا استهداف موقع الجيش اللبناني استهداف اليونيفيل مؤشر إلى أنه ربما إسرائيل تستعد إلى مرحلة متقدمة في عمليةها في عملية التواغل الميداني لأن حتى هذه اللحظة هي تقوم باستطلاع بالنار ولم تبدأ عملية واسعة أو تواغل واسع ربما الهدف من ذلك هو حض اليونيفيل على أن يتراجع إلى الخلف من أجل تسهيل مهامها طيب عظيم سيد جورج ولكن برأيكم مع كل هذه الاشتباكات الدائرة الآن بين قوات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي هل من الممكن أن تتدحرج الأمور أكثر فأكثر لنصل إلى عملية برية واسعة من قبل جيش الاحتلال أو حتى لاغتيال المزيد من قادة حزب الله حكما مسألة الإغتيال متواصلة لأن سمة خلل لدى محور منع ولدى حزب الله منذ بدء هذه الحرب تكشف وهو أن قدرة إسرائيل التفوق التكنولوجي لإسرائيل إضافة إلى مسألة الخرق في بيعة الحزب تكامل وأدي إلى وجود بونك أهداف عمل عليه منذ سنوات وإسرائيل تصطاد كوادر الحزب الواحد تلو الآخر منذ أشهر وهي استطاعت أن تكبده أكثر من خمسمائة كادر هذا من دون أن تحدث عن الزلزال الذي تمثل باغتيال السيد نصر الله ومن كان يرافقه أو بضربة اغتيال لقادة الردوان لذا مسألة الإغتيالات متواصلة ومستمرة لأن الحزب حتى هذه اللحظة لم يتوصل إلى حل ليردع إسرائيل ولكن الحزب يقول سيد جورج الحزب يقول ويتحدث أن المقاومة تخوض دفاعا مرنا يتناسب مع ظروف الجبهة وأن المعركة مع العدو لا تزال في بداياتها هذا بما يتعلق بالمواجهة الميدانية إنما بما يتعلق بالاغتيالات الاغتيالات لا تتم في الصفوف الأمامية إن الاغتيالات نشهدها في الضاحية وفي بيروت وفي البقاع وفي مناطق عدة أما هذا بما يتعلق بالاغتيالات سألتني وأؤكد أنها ستتواصل كما يبدو المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل تزيد من حدتها لأنها لا تجد أي رادع لها أما بما يتعلق بالوضع الميداني على الأرض فحكما الحزب هو يسعى إلى مواجهة ميدانية لأنه يدرك أن بإمكانه تكبيد إسرائيل خسائر أكبر بكثير مما هو الوضع القائم اليوم حيث لم يسقط لا قوة دفاع جوية لدى الحزب تردع إسرائيل بينما في الميدان الحزب يعول على عناصره وعلى قدراتهم وعلى أنه في موقع الدفاع وبعلم العسكر من هو في موقع الهجوم يتكبد أكثر مما هو في موقع الدفاع عظيم طيب وبالتزامن مع هذه المعارك في الجنوب لبناني كان هناك إعلان كما ذكرت سلفا سيد جورج بأن الجيش اللبناني أعلن عن استشهاد اثنين من جنوده جراء استهداف مركز له في بلدة كفرة الجنوب هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف فيها جيش أو الجيش اللبناني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سيد جورج نعم بكل أصف إن الجيش مخطوط في فوهة المدفع الجيش لم يخطط لهذه المعركة لم يدرس توقيت هذه المعركة لم يدرس الحسابات العسكرية لها إنما بحكم الأمر الواقع الذي استجلبه حزب الله عبر قرار فتح الجبهة في السامن من أكتوبر منفردا يعني حتى حينها حزب الله كان يرفع معادلة جيش شعب مقاومة لم ينصق مع الجيش ولم ينصق مع الشعب عبر نوابه الذين انتخبوا من الشعب فتفرد في القرار اليوم الجيش اللبناني في هذه الوضعية الصعبة بكل أسف أنه يدفع أسمان هو لم يحدد توقيته لهذه الحرب أو مدى قدرته الآن على خوضها أو مدى جدواها طيب ولكن إذا ما تحدثنا على المستوى السياسي اللبناني سيد جورج والتباحثات الأخيرة مع الحزب مع حزب الله إلى ماذا يمكن أو كيف يمكن أن نلخص هذه المناقشات في الحقيقة ما شاهدناه في الأيام الأخيرة هو تصلب بموقف الحزب من بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني الذي أتى إلى لبنان وأعطى أمر اليوم وانتهك مفاهيم السيادة وأصر على ربط جبهة لبنان بجبهة غزة كنا قبلها بساعات شاهدنا مبادرة ثلاثية عرفت من مبادرة الترويكا بينها الرئيس نبيه بره الرئيس نجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد جونبلاط قائمة على وقف إطلاق النار على تطبيق السبع طاعي سفر واحد على ضرورة الإصراع بانتخاب رئيس الجمهورية وعلى انتشار الجيش اللبناني في الجنوب أو تعزيز انتشاره لنكون بتعبير أضاق إلا أن بعد ذلك خرج نائب أمين العام الشيخ نعيم قاسم وبالرغم من أعطائه دورا كبيرا وإشادة بدور الرئيس نبيه بره وبأنه هو من كان السيد نصر الله يؤمن عليه ويفوضه بالتفاوض كل ذلك عمل على تحجيم دور بره أو على رسم صقف لبره حين حدد أن اليوم لا كلام سوى كلام وقف إطلاق النار هذا الموقف هو الأمر الذي يحرج اليوم على الواقع السياسي اللبناني لأن الحزب بهذا الطرح يحاول تكبيل أي مساعي داخلية على سبيل المثال مسألة انتخاب رئيس الجمهورية كان يقول الحزب أنه لا يربط بينها وبين غزة ولكن بعد هذا الموقف كل الأمور أصبحت معلقة بانتظار وقف إطلاق النار وهذا مؤشر سلبي وليس إيجابي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أشار إلى أن الحكومة قررت بعد اجتماعها مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان لماذا هناك تعويل كبير على مجلس الأمن سيد جورج؟ في الحقيقة نحن أمام نموذجين إما نموذج الحرب المتدحرجة والتي تكبد لبنان الكثير الكثير بين البشر والحجر والاقتصاد والبيئة وأما أمام السعي لحلول سياسية مع العلم أن أي حرب مهما طال أمدها سوف تنتهي بحلول سياسية لذا الأجد لنا أن نختصر الطريق إلى حلول سياسية كما يدعو الرئيس نجيب مقاتي وللتذكير نحن عشنا الحرب 2006 حرب تموذ لشهر واحد وانتهت بحل سياسي ومهما طالت الحرب سنة أو سنين أو ثلاث لابد أن نصل إلى حل سياسي فالأجد أن نخفف من هذه الفاتورة المكلفة والدموية ونسعى إلى حل سياسي لماذا التعويل على مجلس الأمن؟ لأن اليوم الممر الإلزامي لأي حل سياسي يبدأ بتطبيق سبتاع سفر واحد ويبدأ في الأساس بإعلان الحكومة اللبنانية بشكل واضح وصريح فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة هذا الأمر أكثر من ملح على الحكومة اللبنانية أن تأخذ هذا الموقف وأن تدفع باتجاه تطبيق الخرارات الدولية كي يعمل مجلس الأمن والقوة الدولية للضغط على إسرائيل في محاولة من أجل فرملة مكنة الإجرام هذا طيب عظيم برأيكم يعني ميقاطي برضو أشار في نفس هذا المؤتمر الصحفي لأن لبنان أكد مرارا وتكرارا تمسكه والتزامه بتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 لا سيما فيما يتعلق بنشر الجيش اللبناني على المناطق الجنوب اللبنانية طيب لبنان يعلن أنه متمسك بهذا القرار الأممي ولكن الجانب الإسرائيلي لا يعلن ذلك سيد جورج إذن كيف يتم مطالبة لبنان بضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بهذا القرار علما بأن الجانب الإسرائيلي لا يحترم حتى أي قانون دولي لنعود إلى مرحلة سابقة نحن منذ العام 2006 حتى 8 أكتوبر 2023 استطاع 1701 أن يؤمن الهدوء والاستقرار في الجنوب وحتى سهل أمور عدة بينها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هذا الواقع الذي كان قائما اليوم يقابله واقع دموي واقع حربي لا أفق له وحتى هذه اللحظة لا نتائج إيجابية له نحن رفع حزب الله شعار مساندة غزة بكل أسف غزة اليوم في حالة يرسلها ولم ينفع هذا الشعار رفع شعار الردع بكل أسف لبنان أصبح مكشوفا بكل مناطقه من أقصى أقصى بقاعه في الهرمل إلى بيروت إلى جبل لبنان إلى كسروان أيضا هذه المعادلة سقطت اليوم نحن نتحدث عن وقف إطلاق النار عن ضرورة وقف الأعمال الحربية إذن هذا التراجع في الخطوط التي رسمها حزب الله يدفعنا إلى استعجال توفير فاتورة الدم والبحث عن حل لا حلول في الأفق إلا عبر هذا المنفذ والضغط على إسرائيل إن كان هناك من خيار بديل بإمكانه أن يردع إسرائيل فحكما الأولوية له ولكن الخيار العسكري حتى هذه اللحظة لم يعطي أي جدوى فعلية بردع إسرائيل إن هناك مليون ومائتي ألف لبناني مشردين هناك قرى بأكملها مصحت هذه المرة الأولى بتاريخ لبنان منذ نشط الدولة اللبنانية منطقة البقاء رغم كل الفروض عظيم عظيم أنا معك أنا معك في هذه المقطة ولكن عسكريا حضرتك تقول أنه لا يأتي بثماري طيب سياسيا ودبلوماسيا أيضا الجانب الإسرائيلي لا يخضع ويأبه لأي اتفاقيات سياسية أو حتى قوانين يتم إصدارها سواء من مجلس الأمم أو من أي جهة دولية إذن ما هو الحل سيد جورج؟ نحن أمام هذين الخياران هذين الخيارين بكل أسف لا حل سحري هناك خيارين هناك خياران أما خيار الميدان وهذه الفاتورة التي حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تردع إسرائيل وأما أن نحاول تكرار ما قمنا به في العام 2006 مع الرئيس فؤاد السنيورة وهنا أريد أن أذكر بأمر بالغ الأهمية لبنان منذ العام 1949 مع اتفاقية الهدنة حتى أواصل الستينات قبل يعني مع بدء العمل الفدائي كان هناك استقرار على جبهة لبنان بشكل كبير جدا 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 استطاعت اتفاقية الهدنة أن توفر هذا الاستقرار في النهاية لا خيارات متعددة لو أن الخيار في الميدان منذ الستينات أو السبعينات حتى اليوم أعطى نتيجة مجدية كاتفاقية الهدنة فعلينا أن نستمر به إنما حتى هذه اللحظة أثبتت الوقائع أنه مقلف جدا 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 على لبنان بالبشر والحجر ولم يستطع أن يوفر موفرته اتفاقية الهدنة من هنا كان تركيز الزعيم جونبلاطي على سبيل المسار وليد جونبلاط على ضرورة العودة إلى اتفاقية الهدنة وكانت تركيز شرائح لبنانية كبيرة على ضرورة تطبيق 1701 بكافة مندرجاته وهنا أشير إلى أن من مدرجات 1701 القرارات الدولية كال1559 وال1680 وتطبيق اتفاق الطائف نحن أمام مرحلة مفصلية بتاريخ لبنان لم يعد يحتمل لبنان هذه العبثية بما يتعلق بدور الدولة ووجود دولة